علي أكمل معك على رونالدو يعني يروح يلعب مبارتين في أيام الفيفا ويرجع ما شاء الله فت ولا كنا لا تقول لا أرهق ولا سفر ولا شيء ما شاء الله هذه قيمة رونالدو يعني قيمة رونالدو سواء لما كان يلعب في أوروبا وهذا اللي حضر الحين ووضوح فيه الشغف اللي عنده الشغف ما ينتهي رونالدو دائما سواء مع المنتخب مع النصر في التمارين دائما نشوفه دائما إيجابي مع المجموعة فمهما رونالدو كبر فأعتقد أن عطائي أكبر معاه في كل لحظة وأعتقد مثل هذه الأشياء تشوف كل ما يسجل هدف كنا أول مرة مسجل هدف في لحظتها ولكن على مستوى لو نشوف التحركات ردة فعلة واضح ما يحسسك أنه هو لاعب حقق كل شيء لازال مستمر يبغي يحقق يبغي يصنع الاسم في المملك العربية السعودية هذه قيمة اللاعبين الكبار أعتقد أنه شوفه كريستيانو أعتقد أنه شوفه لما يلتفت كل اللاعبين النصر تيجي حضنهم هذه ترى قيمة اللاعب الكبير اللي حنا نبيه بالدور السعودي خلك أنه أفضل لاعب العالم خمس مرات خلك أنه هذا لكن هذا وجوده أعتقد أنه أعطى زخم كبير للدور السعودي وهذا النوعية اللاعبين اللي حنا نتمناها أن تكون عندنا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر